كنا قبل كده اتكلمنا عن مكنة التباعة الصغيرة دي اللي حتطبع لنا الصور الملونة زي صور نما بنروح نتصور عند المصورات ويطلع لنا صور نعمل بيها بطاقة نعمل بيها باسبور والماكنة دي بتاخد الامر بتاع الصورة عن طريق البلوتوس او تطبيق او الموبايل بتدهلها وهي بتطبعها الوان الجديد ايه بقى اللي عايز اقولهلكم ان المكنة دي بدون حبر ودي التكنولوجيا الجديدة اللي اسمها تكنولوجيا زينك يعني زيرو انك يعني بدون حبر والماكنة اللي حنتكلم عنه النهاردة كله بدون حبر طب دي اللي ممكن تطبع لي الصور الملونة تعالوا بقى نروح على المكنة اللي ممكن تطبع لي الورق العادي بدون حبر هي ماركت برازر ايه زيرو انك دي التكنولوجيا الجديدة اللي بنستخدمها ودي بتشيلها في اي مكان وممكن تشتغل بالباوربانك بدون حبر بكرر تاني دي التكنولوجيا الجديدة وندخل على تالت حاجة ماركت ايبسون ودي بتطبع ورق ابيض وسود ورق الوان وشايفين حجمها صغير ازاي في اي مكان وقلنا بالباوربانك ممكن تشحنها وجديد كمان ان المكن ده ممكن يطلع علينا الورق الكبير ده والورق الابيض وايضا الورق ورق الصور اللي بنتصور عليه كروت الصور العادية واللي عايز اضيفه ان المكنة برازر اللي هي قبل دي بتعمل ورق الاستنسل اللي هو بتاع التاتو ندخل دلوقتي على رابع مكنة ودي مكنة مهمة جدا بنتبع بيها على المعدن شايفين مثلا ادي المج المعدني هنحط عليه الورقة اللي هي طبعا منها على الكمبيوتر وحطين عليها الصورة اللي عايزين نتبعها هنحطها وفي المكنة وحنشد المكبس ونشوف دلوقتي ان الصورة اتبعت وحنتأكد ان الطبعة ما بتطلعش هنحطها دلوقتي في مية ونشوف الصورة تبدل سابتة ولا لا ده احنا بنحطها وهنشوف دلوقتي الصورة وعلى فكرة في منها اللي هو المكبس ده اللي نجبس به على سلسلة لو عايزين نتبع على سلسلة على خاتم يعني في المكبس ده بنغير الوش بتاعه ونحط الجزء اللي هو بيطبع على سلسلة وغيرها ودي جديدة اللي هو تطبع على المعدن والطبعة تكون سابتة طيب يبقى انا بنبه دلوقتي للتكنولوجيا الجديدة اللي لازم نفهمها في عالم الطبعة اللي هو تكنولوجيا زينك زيد انك زيرو انك مفيش حبر خالص طيب كل اللي انت قلتيه دوات اعلاميا ممكن يفيدنا ان احنا نعرف ان في يوم من الايام هتكون فيه اتباعة بدون حبر وخاصة في الصحف والمجلات وخاصة ان الحاجات دي بدأت تظهر فعلا في اوروبا وبتتصدر لينا ترجمة نانسي قنقر